نتعرف على طريقة وقيفية حل المشكل تطبيق تيك توك الاعلانات نقوم بالضغط هنا على ضبط اليدادات بعدها نقوم بالضغط هنا على تطبيقات ثم نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك بعدها نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري ثم نقوم بالضغط هنا على الموافقة بعدها نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين ثم نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت بعدها سوف نقوم بالدهاب إلى منجر جوجل هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك سفيد هنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم بدغط عليه وسيئة من تحديد تطبيقكم تيك توك وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الدغط على الزل لايك والاشتراك في القناة ونرىكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله